هناك سؤال آخر يقول أنا أمي مريضة ثنائية ثنائي القطب وصار عدها وهي عمرها 39 سنة وتعالجت والمرض رجع لها تاني في نوبة الظهان في 2020 ورحنا لطبيب وكتب لها على الأولانزابين ومضاد اكتئاب مع أنها كانت ثنائي وكانت بتفضل بتفضل تقول في ناس بتكلمني وضلالة المس الجن المهم رحنا لطبيب ثاني وخدت مثبتات مزاج واثنين مضاد ذهان وبقت كويسة جدا ممتاز طبعا أخي العزيز أو أختي العزيزة اللي سأل هذا السؤال بالتأكيد إحنا المضادات الاكتئاب نحاول أنه نبتعد عنها إذا كان المريض عنده اضطراب ثنائي القطبين ليش؟ لأنه مضادات الاكتئاب قد تؤدي إلى زيادة نسبة حدوث الهوس أو المينيا يعني أنه مزاج المريض يصعد فوق كلش بعد أن كان واطي كلش لكن حقيقة هذا نظريا لكن حقيقة احنا كثير من الأطباء النفسيين يوصفون مضادات الاكتئاب في الاكتئاب الحاتف في ثنائي القطبين ليش؟ لأنه أحيانا ماكو أي طريقة أخرى حتى تتحسم مزاج المريض المزاج المريض يكون جدا واطي في ثنائي القطبين فتحاول أنه شنو؟ تبديل مضاد اكتئاب شوي يتحسم مزاجها وبعدين توقفها يعني لا تبقي على مضاد الاكتئاب فترة طويلة ومثل ما قلت أخي أو أختي العلاج الأساسي بالثناء القطبين هو مثبتات المزاج مثبتات المزاج أو المود ستيبلايزر اللي هي مثلها مثلا الليثيوم أملاح الليثيوم المضادات الذهان الأولانزفين الكوتايفين الأدوية المضادة للصرع اللي هي مثلا اللاموترجين سمي سوديوم فالبرويت أو الدباكوت هذه أشياء هي أفضل نستخدمها بثناء القطبين تمام؟ لكن مثل ما قلت لكم أنه معظم آن آن يقول معظم الأطباء النفسيين يستخدمون مضادات الاكتئاب في علاج الاكتئاب الحاد في ثناء القطبين بس نستخدمها لفترة قصيرة وبس يتحسن المزاج المفروض نوقفها شكرا